أكتر حاجة بتميز الفترة اللي احنا عايشينها دي انك تقدر بسهولة توصل للمعلومة عن طريق الانترنت ببحث صغير كده تقدر توصل لأي شيء انت عايز تعرفه مع الأسف في الوقت نفسه بيكون فيه معلومات كتير وصعبة انك تستوعبها مرة واحدة يعني نقدر نقول عليها معلومات مكالكعة عشان كده بيكون جميل قوي لما بنلاقي حد يقدر انه يقدم لنا معلومات كتيرة ومختلفة في صورة بسيطة والأجمل ان المعلومة دي تكون في صورة حكاية وقتها المعلومة بتفضل في دماغنا مش بننساها ابدا زي زمان لما كنا صغيرين وبنحفظ جدوى للضرب وكمان المعلومات المهمة بالأغاني عشان نبسطها على نفسنا لكن المشكلة هي مين يكون مصدر ثقة ان احنا ناخد منه المعلومة دي لانه مع الأسف بقى فيه ناس كتير قوي بتقول اي كلام في اي كلام وبتحب قوي انها تحط التتش بتاعها ضفنا النهاردة بيقدم حكايات حقيقية خليته مصدر ثقة لناس كتير قوي ان هما يتابعوه لدرجة انه حد اللحظة دي عنده حوالي 2.800.000 متابع على اليوتيوب ضفنا النهاردة اللي منوارنا هو اليوتيوبر محمد عبد الناصر او ناصر حكاية